كلام كتير بقى هتاخد من الفترة الحالية في كل الجرائد عن مفاوضات وصفقات وعروض الوطن بتقول الأهل بيفاوض عمر وردة للعودة للنادي وبتقول أيضا أنه في عروض إسبانية بتهدد عودة ناصر ماهر ناصر ماهر صنع الألعاب المعار من الأهلي إلى السموحة ما في كل الأحوال هو لعب النادي الأهلي يعني تهدد عودة وعمر وردة لأ عمر وردة ممكن تفكر فيه ما هو الرجل مش مش تابعك وإذا فكرت فيه كصانع علعاب وكفروت تحت راس الحربة في منطقنا هو بيتقلق وموجود مع منتخب مصر لكن هل عمر وردة حيرجع مصر ومازالت رحلة الاحترام بتاعته نجاحة ده اللي حنشوفه الجمهورية بتقول برعاية سعودية بن شرقي يقترب من الأهلي إيه ما ده صح الده باش هوندس لا ما فيش تعليق على كل الترشحات واللي بتقول مين ماشي ومين جاي لكن الأهرام المسائي الأهلي بيصدم الشيخ على أحمد الشيخ وبتقول البدر بيوصي مبدئيا بعدم عوداته واللعب بين الفيوم وفرنسا يعني هتلاحظوا حاجات غريبة زي ما قلتوا معيني معيني لسه الشيخ يرفض العودة العدد الفات دولاتي هو مصدوق لجنة الكرة في الأهلي تبدأ مفاوضات تمديد عقد مؤمن زكريا طب مين اللي كاتب الخبر الفشيخ ده في الهرام المسائي هو عكون هو لا ما علوهوش أسماء ما علوهوش يبقى هو لجنة الكرة في الأهلي بتبدأ مفاوضات تمديد عقد مؤمن زكريا إيه حكاية مؤمن بقى مؤمن فاضل وسنة طب منطق إنك إنت تتكلم معاه في مدعا وزاقراض يعني إذا كان عايز يرجع أو مش عايز يرجع يعني مسألة منطقية برضو والمصر اليوم بتقول الأهلي يخمد فتنة بقولك إيه بقولك إيه أنا عايز رأيي كل أخبار الترشحات تجهلها لما عنا تجهل الناس عتلت تجهل بس طيب المهم إنه